عندنا هنا بقى نتكلم عليه على البييرنج البييرنج اللي هو اللي بيشيل الشافت اللي بيضوق ففي منه نوعي البييرنج دوت ممكن يكون عبارة عن تجويف كده وجواه الشافت ده بنقول عليه سلايدينج بيرنج والنوع الثاني ده نتكلم عليه بالتفصيل الحصة الجاية إن شاء الله إنما النوع اللي هنتكلم به هو رولينج كونتاكت بيرنج في رولينج كونتاكت بيرنج هنا تكون الاحتكاك عالي جدا عند بداية الحركة لأن ستحق ملامسين لبعض فأنت عشان تقلل الاحتكاك بتضع عينة قويل فيبقى تحت الشافت لكن برضك كيمية الاحتكاك عالية لكن أنا عندي في رولينج كونتاكت بيرنج اللي انت الغدوقتي عايز تقول ايه هو أو شكله عامل ازاي بيقول لي إن الكنتاكت التلامس ما بين السطحين تاع الشافت والرولينج كونتاكت تبقى صغيرة جدا ومن ثم يكون الاحتكاك يكون ايه؟ قليل يبقى أنا عندي هنا المساحة صغيرة بينما في حالة السلايدينج بتكون كبيرة فطبعا لما تكون مساحة التلامس كبيرة هتبقى الاحتكاك كبيرة بيقول لي السلايدينج بيرنج اهو بيقول لي نجد إن هو هو بيبدأ فتتلاقي فيه مثل بيلامس مثل فبتكون هاي كوفيشنت فراكشن طبعا سطح موضوع على سطح تاني حتى لو وضعته ايه هتلاقي بضوك قيمية الاحتكاك عالية لإن مساحة السطح اللي ما بينهم كبيرة مساحة التلامس طيب احنا بقى بيعملوا ايه في طبعا كل واحد اللي هم مازاتوا عيوبه فهنبتدي الاول به الروولينج كونتاكت دوت إن السطح بيحصل له ايه؟ بيحصل له ضحرجة أو بنقول عليه ايه تضحرج فوق سطح اخر بتتلاقي الروولينج دوت كونتاكت دوت عشان بضوك تدخل معايا في الموضوع اه ده الانرlaimed다 وبعدين بيضع هنا كور كده ده ابسط واحد اللي هو بنوضع عليه البول بيرينج عبارة عن كور كده انواع البيرينج يكون رولينج يكون انواع البيرينج لينما يكون رولينج لينما سلايد طيب الرولينج ده ابسط واحدة هوك اللي هو نوع منه اللي هو بنقول عليه البول 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 بيرينج فانت تلاقي مساحة التماس تبقى فين على الشافت هنا هو وطلع لي من هنا كده فهو ملامس بين صبح التماس اللي هي الدايرة اللي جوا دي اللي هي السيركولار بتاع البيرينج وبعدين صبح التماس مع البول اللي هي الحطة الصغيرة دي هادي 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 فالمساحة التماس تبقى قليلة طي مميزاته ايه وعيوبه بتاع الحاجة النظري دي اللي انا قولها ديت هي مش مهمة لكن اللي مهمة هاعلم عليه اللي هو بيجي في الاختباء يعني دي زيادة من عندنا بس ما استخصرنا نقولهاش يعني فبيقول لي ان نحن مميزاته ان بيكون قليل low starting and running fraction وخاصة في معادة لما يكون عند اات الفري هاي سبيد لأ الاحتكاك بيبقى عالي شوية بيزيد كمان ان هو يقدر يشلي قاضي ان هو يستحمل اللي تشوك لود يعني لما يتحمل لود فجأة فيقدر يستحمل مين البييرينج ده كمان بنجد ان هو فيه الاصطفاف العمود ده اللي هو الشفت نقول بمعنى صح مش بيلوء يعني بيجي بيروح وييجي لا ده السنتر بتاعه هوت وبيلف حاليه ما بيروحش وييجي السنتر بتاعه منتظم اللي هو بيضور حواليه بفيه ان التكلفة بتاعته الصيانة بتاعته قليلة العباد بتاعته صغيرة ومقرارة بالسلايدينج اللي بيبقى له طول كبير كده العباد بتاعته صغيرة واريابيلتي بتاع السيرفس عالية نوص الاريابيلتي يعني ان قلنا لو المصنع بيصنع الف من البول بيرينج ده الوقت فاتا تلاقي مسلا عشرة في المية بيحصل لهم آآ انما في السلايدينج ريابيلتي بتاعته تبقى عالية شوية يعني نسبة الفيل بتكون اعلى من عشرة في المية تخش اتناشر خمستاشر طيب قال لي بنجد ان فيه نويز قاتل فيهار سبيل ومقاومته للشوك آآ احنا قلنا هنا مومنتري في فرق ان هنا آآ اللحظي انما ده هتحط ويفضل موجود عليه بعد كده فيبقى التكلفة بتاعته initial cost تعالية شوية آآ والدزاين of bearing housing complicated بتاعه ان انت تحط القوة ده نظامها جوة معقد شوية لان فيه انواع مش بس البول دي طيب بنقول ان هوت ايه كمان هنا اول نوع يقابلني اوه اول نوع يقابلني فيه rolling contact bearing اول واحد اسمه deep groove انا جبت الشكله من الجنب ومقطعه ايه دي يقضي ايه دي اللي هتشل اللود الشفت بيبقى هنا كده داخل هنا كده ايه ايه وقت او اه هلا مش نفسة rolling ما هو ده اول نوع بتاعنا اللي هو البول اول نوع هو اسمه deep groove deep groove دوت انه فيه نقول عليها حجرة او نقول يعني ايه جحر كده بيتحط فيه البول ولي تمسك ب افصه افص اللي هو يمسكها اللي هو الكاتش تفضل نمسكها فيه كمان كويس بحيس انها ما تتحرقش كمان من ايه من مكانه اه اه اعتبر ايه شعر بس deep groove هو نوع من انواع البول صح ايه ما هو فيه من نوعين كمان ايه ايه احنا قلنا deep groove دوت اه اهي انه ابص هنا ابص للشكل المقطع ده اللي هنا زي اللي هنا واللي هنا زي اللي هنا حلو ابص هنا نقول عليها الكتف ده اللي هو الشولدر ده ده الشولدر اللي تحت والشردر اللي فوق اللي اتنين زي بعض طيب deep groove ديت شوفوا الحالة التانية ديت هم جاء عمل ايه ديت الحالة التانية اللي هي angler contact هي بس عامل لها mail زاوية mail ازاي؟ شايف الكتف اللي زهر هنا ده اه طب زودوا ليه؟ قال لي علشان القوة البول دية تقدر تشيل بس. راديال فورس. مش احنا عارفين ان فيه رد فعل. لو احنا عند شفت كده. وكنت بتحط هنا بيرنج وتحط هنا بيرنج. فبنت بتحط هنا رد فعل وهنا رد فعل. انا عايفة ان هنا فيه لوت. اه. بانس انا خلص اللوت ده ويهميني غدود الفعل دي. ما غدود الفعل دي جاية من اللوت. غدود الفعل اللي هنا جاية من اللوت. غدود الفعل دي نوعية. يما تكون راديل يما تكون أجزيال حلو طيب في الحالة دية الديب جروف دية تقدر تشيل راديل بقوة كبيرة تستحمل إنما لو جالة أيوة لو جالة أجزيال ده ممكن تتشال من مكان تطلع من مكان فبيعملوا إيه الطرم يعملوا الانجولار كونتاكت شايف لو جات لها قوة كده أجزيال آه ده يصده طيب لو الجهادي ده كده يصده آه يبقى دية تقدر تشيل الاجزيال الاجزيال كده والرادية الكده افعال عم جاي تشيلها أكثر من ديب جروف أيوة تشيل من تشيل الاجزيال بالإضافة للرادية يبقى أنت لو أنت محتاج رولينج كونتاكت رولينج كونتاكت ونوحها بول بيرينج يفضل لي أن أنا أستخدم الانجولار كونتاكت بيرينج إمتى؟ لما عارف أن فيه اجزيال فرص وهنا عارف إزاي؟ بالنسبة ديب جروف ما تتحمل الاجزيال؟ لا اجزيال لا كمية الاجزيال بتاعتي تكون ضعيفة جدا لأن ممكن تخرج من مكان آه لأن لو أنت أسرت هنا فيه قوة اجزيال على الشفت لا ده ممكن تخرج إنما أشوفوا الشكل دي وقت موضح له قوة أهو إن هنا فيه الجنب ده أهو والجنب ده تقدر تشيل أجزيال وتفضل في مكانها عادي طيب بس برضك الأجزيال مش عالي فاضطروا ميعملوا كمان يعني إحنا قلنا هوا الانجولا كونتاكت بينج بروفايدر اه جريتر سرست كبستي سرست يعني أجزيال فورس دفع أو أجزيال فورس هما الاتنين بمعنى واحد إنما ديب كروف آه تقدر تشيل بس مين راديا اللود وبعض صام السرست لود صام يعني كمية صغيرة طيب ننزل تحت شوية يبقى الحتة اللي هو لو جات حتى كانت جات كانت تيجي في الكوز لإنه كان ده كان بيلحق في الكوز الأولاني كان سعاد يدخلوه فييجي يقول لك الاختيار الصح من اللي يقدر يستحمله في السترست كبستي زائد راديا بالنسبة يا طرد ديب كروف ولا الانجولا كونتاكت وانا شفت الانجولا كونتاكت طيب ننزل تحت شوية عم جاي مطلع لما احنا عايزين نشيل قوة أكبر في راديا راديا الفورس ها اللي عم جاي مطلعين الرولر بيرينج والرولر بيرينج دوات فيه منه استريت رولر ليه ايه وفيه سفيريكل رولر اهي هتقل وقدها شكل كانتها شبهة الستوانة بس هي عاملة كده كده منحنية هي مش شبهة والقرى بس هو كاتب لك سفيريكل رولر صرست وفيه الطبرد رولر صرست الطبرد رولر دوات قصته عالية شوية اللي هو اخد الشكل ده اهو فهو بيقول لي هنا هوات اه في الستريت رولر شبهة الستوانة هوات تقدر تجيب ليه جريتر راديا لود تقدر تشيل راديا لود بقوة عالية جدا لكن الاجزيال لا الاجزيال قليل الاجزيال قليل زي البول بيرينج بس هي افضل في راديا هي افضل في راديا حتى هكتب لهو زيان بول بيرينج أو بسام سايز بكوز ان هي كريتر كونتاكت أنجل ان مساحة التماس بتاعيتها اعلى من البول بيرينج يبقى في راديا دي افضل واحد اوكي طب تعالنا نشوف اللي بعدها اللي اللي بعدها اللي هي الاسويكر رولر ديت هكتب لي يعني تشيل الاتنين تشيل وتشيل ايضا راديا التبرد افضل منهم كلهم انها تشيل بكمية راديا الكبيرة دي بتاخد الشكل تتغير اللي هو التبرد ده ده مقطع الجانيبي هم بيبقوا اتنين قبل بعض بس قدام شوية عما نشوف الشكل بتاعها بس وهو اختص بالدراسة قميع المسائل على مين على البول بيرينج والانجولار كونتاكت بول بيرينج التبرد ده هل عندي جدول بناء على الفورس اللي عندي الاتس والرادية ايوه هجيلك ايوه كل حاجة هتحفظ هجيلك اه جينا هنا عم جاي مخليهم نوع الثالث اللي ممكن ما يخليها مدام ما يخليها قلنا فوق سلندر هنا بدن ما تبقى ستريت رولر عم جاي مخليها نخليها خليها نيدل نخليها نيدل ننزل شوية اهو نخليها نيدل او الشكل ده او طيب لكل واحدة من دول انا عايف ان اللي لها جدوى وان هما اختصوا بادراسة لحاكتين اللي هو البول بيرينج والانجولار بول بيرينج طيب هننزل تحت هون نشوف اهم المصطلحات اللي هتقابيني هنا ايه المصطلحات اللي انت جايبها دي ايات انا جبت غسمة دي بتاعت البول بيرينج والشفت هو راكب او الشفت بيبقى له شفع او اللي هو عشان يدخل جوا بعدين كطر زيت شوية ده الضيميتر بتاع الشفت كويس ومن اول فوق لحد هنا اللي هو اول هنا لحد اللي زيها هنا ده الضيميتر اهو الضيميتر او بنقول عليه الحوسينج ضيميتر او الشلدر وده بنقول عليه الشلدر ضيميتر يبقى ده اسمه الشلدر الدي اس واللي بقى الخالص ده اسمه الهاوسينج ضيميتر او الاوتسايد ضيميتر البيانات ديت اللي هو القطر ده والقطر ده اه بالله ابو علي ممكن تغيد الجلسة اللي مرحبا انا نمعلج وانا نختبط ايه انا نبص اللي اتنين مع بعض اللي اتنين مع بعض مين انا عندي الكطر اللي جوه ده ده بنسميه البوق اهو الكطر الداخلي الكطر الداخلي ده اللي هو ده هادا البوق طيب الشفت بيبقى زي التسنة شوي عشان ايه اهو لو شفة شوية هنا وشفة شوية هنا ده بنسميه الضيميتر بتاع الشفت طيب اللي يهمني الشفت ولا اللي يهمني بتاع البول بيرنج لا يهمني البول بيرنج المعساة بتاعته طيب يبقى يهمني البوق البوق اللي هو القطخ الداخلي بتاعتها والاول سايد ده بنسميه من اول هنا لحد هنا كويس ويه كمان بقى هكتمه بمية القوة اللي هتستحملها البول بيرنج دي لما تكون القوة استاتيك حل حل اقصى قوة تستحملها اللي يحبس عندها الفئل ولما تشتغل يعني تشتغل يعني يعني القوة لما يحصل ده براء انا عندي حالتين انه ممكن تكون القطر الداخلي ده هو اللي يضوق او يفضل ثابت ولا براء هو اللي يضوق بغض النظر بقى اللي جوه هيدوق ولا اللي براء هيدوق هيبقى عند حكا اسمها السي تن السي تن ديت ديت اكبر قوة يقدر استحملها ويحدث عندها فئل بس عشرة في المية منهم رح يحصل لهم ايه فئل يعني دي القوة بب عشرة في المية من الفئل وغيني كده الكلام ده اللي تبتقول لدوات تاني اهو هنزل مسلا اخدنا جدول هنا هو ايه جدول دوات الجدول ده كتب لي هنا الديمينشن اند لود ريتن اوف سينجل او زيرو هم عاملين عائلات فدي عيلة او زيرو للديب جروف والانجولا كونتاكت بول بين فكتب لي هنا او فين هنا ده حاجة الديب جروف رايي القلم ده هتجي تلعيهم نفس الابعاد ايو اعداد جروف وهذا الانجولا مسلا لو بصيت هن اذا ايه البوق اللي هو القطر الداخلي وادا الويتس اللي هو ده ده نقول عليه الويتس خويس الفيلت ريدياس اللي هو داخلة جوا الفيلت ريدياس اطلع فوق كده ويني كده الفيلت ريدياس ده الحتة دي اسمها الفيلت ويني امسح كده اهي اعلم عليها كويس اهو 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 هنا فيه انحناء وهنا فيه انحناء فده من اللي عليه الفيلت الانحناء ده اهو الانحناء بتاعها ده اهو اللي انا معلم عليه ده انا اللي يهمني هم ثلاث ارقاء ايه هم عشان اوصفها هو يقول لي خش على الجدول ده اوكي من العيلة دي فانا اختار مين بقى لازم اجل اوصفها اوصفها من خلال القطر وبسحب على الديميطر بتاع الشفت وبتاع الشردر ويهمني السي والسي نوت الكلام ده لو هي ديب جروف هازجرهم ولو هي انجل الكونتاكت هستخدم اول برضو خوصف الضيميطر والسي تن والسي نوت طيب وضح لي بقى ايه السي نوت والسي تن دي انا انزل اهو اتكلم على اليوم اول هنا يعني انا جبت الوقت عيلة واحدة بس هما في اكتر من عائلات ايوة في جدول تاني الوقت اللي هو فهو هلأ هيقول لي اشتغل على او 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 طيب ايه بقى المهم اللي عندي هنا التعريفات دي بيتيجي منها في الاختبار ممكن يجيب لي ثلاث تعريفات نظري انشتشطر ده بزي بيجيب الاول حاجة اسمها اللايف ايه اللايف قال لي دي النبر عدد الدورات فاحنا عندنا في شركتين شغالين فيهم واحدة اسمها وواحدة اسمها SKF تم و SKF طب خليني اه ايو تم تم دي بتقول اللايف بتاع بيكون تسعين في عشرة قص ستة ريفليوش انما SKF اللي دي بتدي رقم واحد انما SKF بتدي رقم اثنين بتاعتها بتكون واحد في عشرة قص ستة بس فقلنا فقلنا انتو عملتوا اللايف دا على اساس ايه قال ان بعد مثلا المنزل تم ان بعد العدد اللفات دا يبتدي نقول عليها نقر كده صغيرة نقر صغيرة تتكون تقريبا واحد من عشرة انش لو تكون فين ممكن على البول او على المجرى ايوة ايوة مش دا المكان اللي هو الانر دا دا ودي هنا المجرى اللي مربوط فيها البول لو حصل هنا مجموع المساحات يدي اللي هو واحد من عشرة انش بيحدث عند الادد اللفات دي تمكنا قيتلي عند تسعين في عشرة الستة و SKF قال لي عند مليون لف طيب قال لي دا عرفت يعني كلمة life revolution number of revolution required for ايوة انا سمعت انا سمعت انا سمعت ايوة رجاص اه يبقى اللايف دي حفظ عرفت يعني live اه انا رجبت معك لما كنت تتكلم عن النجات وش راح اتضر نك لأ انا بقول يعني كلمة life عرفت عم تمكين ل عندك و SKF عندك طب النجات هادي راح تخلي يعني البوز تطلع او راح تطل العمل ايه 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 ما وكده مش هيقدر يقوم بالكفاءة بتاعته مش هيقدر يشتك خلاص يعني اه نقول ان هو مش هيقدر يضو كويس ودي بقى الاحتكاق كبيع لان البول دي بتضو بتضو حوالين نفسها دي بتضو حوالين نفسها فهي لو ما دارتش اتوقف يبقى توقف العمل وقوانين الارجام تبقى هادي القوانين هيدهالي بس انا مش محتاج هيقول الشرق رقم واحد والشرق رقم اثنين انا عرفت دي في كتر اللقاء هنشوف دلوقت موجود طيب يجيلي هنا حاجة اسمها الريتنج لايف الريتنج لايف مهم ايوه ادى تاني واحد مهم اللايف اللازم لعشرة في المية من السامبل توفي يعني الفترة اللي هو ده اللي انا كتبه ده ان ان عشرة في المية من من السامبل راح يحصل لهم فيل لما بعد العدد ده عشرة في المية منه فبنديها اللي هو ريتنج لايف ايه اللي اه طيب يبو علي بالنسبة الشركتين هادي وش اللي اصح منهم يعني يقول تسعين ولا يقول واحد لا ما هو كل واحد بيصنع هالحاجة هو عارف اضغى بيها اوكي كل واحد بيصنع ايوة للي هو صنعه فهو بيقول يا جماعة انا الكتالوج بيقول كد واحنا عملنا الاختباط على دي قلنا لو خلق اصماش خدنا بتاعته يبقى انا خدت ريتنج لايف لايف 10% طيب ام جاي من دي اللي هو L10 ده اللي نسميه minimum live L10 L10 طيب الميديا اللايف ده ما عارفة بس يقول انه هو متوسط العمر لخمسين في المية من السنب مش هيدخل معي في اي حسابات خالص انما اللي فوق ده اللي هيدخل معي بعد انا نيجي هنا هنا الكتالوج لود ريتنج ال C10 اللي انا شفتها فوق C10 و C نوت C10 ده عبارة عن ايه اللي دي التعريف هو constant radial لود يبقى فيه قوة radial هتسبب 10% من ال 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 يحصل لها ايه في يعني القوة اللي وقع قوة radial وقع على ال 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 اه القوة دي ايه غادية ال اثناء ال ايه اثناء ايه اثناء الدوران مش ساكن لأ اثناء ما هو شغاء اثناء ما هو بيضوق اثناء ما هو بيضوق سواء ال او ال اوتا هي اللي بتضوق طيب انزل كمان شوية اللي يهمني كمان السي نوت يعني هنا كل ده مش مهمة بالنسبة لي ايما انا بقول لها اولت اللي هو بييجي في الاختباع او هو مركز عليه اه ده السي نوت السي نوت ده بيقول عليه استاتيك لوت كوة ساكنة يعني اذا انت اكبر كوة ساكنة تضع عليه قبل ما يبتدى الدوران استاتيك لود يعني اكبر كوة يقدر يستحمله وهو نوت ريفوليوش ما فيش طبعا نوت روتاشا يعني الاس نوت هده جاب له الدوران على عكس الاس ايه انما السي تان لا اثناء الدوران القوة المتحملة عليه اللي يقدر يشاله طبعا السي نوت ده تبقى اكبر من السي تان طيب عندي اخر حاجة هنا ايه الاكويفلنت راديال لوت الابيرنج او البول بيرنج انت كنت لسه قيل لي ان فيه قوة اكزيال او بصرست فورس وفيه راديال محصلة اللي اتنين طول هنسميه الاكويفلنت راديال لوت يعني دي دي تدخل معاي ودي دي تدخل معاي بس ساعات ساعات هنيجي نلاقي الاف اللي هي الاكزيال لوت ديت مقدرها صغير فيمكن اهماله وتشتغل بس على الاف رادي طيب لما تدخل معايا يبقى المحصلة بتاعتهم على بعض اسمها الاكويفلنت راديال لوت دي منول عليها هي مجموعة زيديال والاكويفلنت لا مش مجموحه ده في معادلة هتخش اه في معادلة هنخدها دلوقتي ان انا اجيب الاف اكويفلنت دي الاكويفلنت دي تقولي عليها يعني ما تبقى الحلقة اللي هو ديت في حالة دوران التي تعطي the same alive as the actual load and rotational condition طيب ننزل تحت شويه اه الزيديالورد راح يكون اه اه هنين يكون على شكل زيديال عمودي عليها مباشرة اللي احنا ناخد محصلة دي بمحصلة دي وفي معادلة هنعوض فيها دلوقتي وهنشوف امتة دي تدخل معايا وامتة نلاقي كلمتها مهملة طيب ننزل تحت كده هنا بيعمل ايه هنا بيقولي لو انت عندك اه مثلا انه هو كده اللي انت عاملو ده عند علاقة ما بين السيتن كويس السيتن و الريفليوشن اللي هو وسط بالشرك كويس الاخ او نقول عليه الاخ الاخ بيقول ايه بقى هنا بقول ان كل شركة ايوة او كل بول بيرنج لو سيتن وعدد انت موصبية الشركة اللي هو المليون او التسعين مليون على حسب تمكن التسعين مليون او اه اللي هي مليون طيب لو انا خدت البول بيرنج ده وخليت عدد الضوان بتاعه ما يوصلش المين اللي هو اقصى عدد له اللي هو مثلا لو بتكلم على السكيف اللي هو المليون اللف لا انا قللت عدد اللفاء مش يبقى يقدر يشيل قوة اكتر ايوة انما لو انا زودت القوة دي يبقى الريفليوشن دي المفروض تقل ايوة لان لو انت زودت اللوت اللي عليه اذا لازم تخليه الشغل مقدار اقل فهما مسويين علاقة اه علاقة بين ومين لما بين اللي موجودة في الكتالوج مع ال-FDesign اللي انت عايزها مع Prevolution Design اللي انت عايزه 갱ليف Lif Marketing مع ده ili بيحدث عنده فبيقول لي علاقة ما بينهم إيه بتاع الكتالوج اللي انت بتجيبها من الكتالوج حيلا ودي ال-FDesign اللي أنا بخطط لها تساوي من أول هنا احسن. هذا الاف في الال اوان على اه 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 اوبر ايه. الايه ده هو معتمد على هل انت مستخدم بول بيرنج? ولا هو لا. فلوان لو مستخدم بول بيرنج هتبقى الاف مرضوها في ال واحد على تلاتة. لو انا مستخدم بول بيرنج تبقى عشرة على تلاتة. طيب. انا بافترض ان انا اخدت بول بيرنج من الشركة. فشفت C10 والل بتاعتي اللي هي المليون. فانا عايز اقلل عدد اللفات. معنى انا عايز ازود ده. يبقى انا محتاج جديد. فدية هتبقى ال ال ديزاين عدد اللفات الجديدة. على عدد اللفات بتاع الشركة. كل ده وانا شغال بول بيرنج يبقى انا قص طلت. يبقى انت بتعمل ايه? دي هذه القوة اللي تبلي على الجديدة. اللي انا عايز ارغب فيه. اه. دي عدد اللفات الجديدة. ايه. اه. ودي عدد اللفات الجديدة. طيب خلي بال. عدد اللفات ممكن يقسمها او يخليها عدد ساعات عدد اه ساعات يسمح بيها في دورات. يعني اه. يعني ادي لك ريفليوشن بير منت. ريفليوشن بير منت كده. في ساعات. يعني مسلا تقول لك تشتغل خمسين كيلو ساعة. وتدي لك ربعمية وتمانين لفة بير منت. يعني ايه الكلام ده. ما هم التسعين مليون دول او اللي هم اه الستين مليون اه قصد اللي هو المليون لفة دي. جابوها ازاي? هي عدد من الساعات تشتغلها خلال عدد لفات في دي. يعني ايه برضك? يعني خلينا ابسطها كده. الار دي دي. او الال دي. الريتنج لايف. الالل عدد. انت بتقول مسلا للشركة اللي هي اه اه بتقول واحد في عشرة قصة. ريفليوشن. دي بتيجي ازاي? لو انا عايز اه اشتغل تلاتين الف ساعة. تلاتين الف ساعة اهو. يعني تلاتين كيلو او. تشتغل قد ايه ريفليوشن بير منت. لو انا فكت دي قد تلاتين في عشرة قصة تلاتة. افكت الساعة تبقى ستين مينت. وعندي هنا قلت قلت هنا كام مينت. فضيع المينت دي مع المينت دي. فيطلع لي اه القيمة بتاعتها اللي هي عشرة قصة ستة. تلاتين في عشرة قصة تلاتة. لا ما 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 يطلع قليل. طيب خلينا اخد رقم تاني. اه. خلينا اخد لك رقم تاني. انا اقصد يعني ان ريتنج لايف دوت هو عدد ساعات شغل في عدد دورات. عدد ساعات شغل في عدد دورات. تفك ال اه في عدد ساعات الشغل يطلع العدد اللي هفات. طيب. هترزق الوقت مع المساعدة. المهم انا عرفت العلاقة دي اول علاقة هي. اه او احفظ دي. ان انت تقدر تتنقل من ال الى ديزاين فوكس جديدة مع عدد رفوليوشن جديد. اه. هذي بطوانين هبقى عدد شو المعطة. فيش اي معطة منها ولا كتب لها? لا دي انا احفظ. القانون التاني اللي هقول لك عليها اه معطة لكن ده مش معطة. طيب تعالي نشوف كده. ده من ديني اول مسال اوه. بصي هنا كده. ايه المسال اللي عندي دوات. بيقول لان عندي اه شركة اس كيف. بتديني علاقة اللي هو البيرينج. اللي هو بتاعه كان بمليون رفوليوشن. اه ده الار بتاعه. اللي هي فطة الحياة بتاعته بعشر او ستة رفوليوشن. فبيقول لي هو مصمم. عايز انت عايز تصمم. تزاير. علايف كام? لا انا عايز الالر ديزاين بتاعتك. قال لي ان هو يشتغل خمس تلاف ساعة بسرعة ايه? قال لي بسرعة الف سبعمية خمسة وعشرين رفوليوشن برمنت. فدي انا احولها لي رفوليوشن زي دي. اه دي الحياة اللي انا افغالها من البيرينج. ايه. اه. وبيقول لي انت عايز تشغلها ده ايه? عند لوت قد ايه? قال لي ربعمية باوند فورس. اعم جاي كتب لي. ال اف دي. ال اف دي. اه. ربعمية باوند.